مبادرة جديدة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين رفضها الحوثيون المبادرة قدمتها الحكومة الشرعية وتقترح السماح باستئناف إدخال سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي على أن تدفع إرادات السفن كافة في حساب خاص جديد تشرف عليه الأمم المتحدة ولا يخضع لسيطرة الحوثيين من أجل أن يستفيد منه الشعب اليمني بصورة عامة إلا أن زعماء الميليشيا ومن ورائهم نظام إيران كان لهم رأي آخر واليمنيون في الحديدة إن كنتم لا تعلمون بل وفي أكثر مناطق اليمن ولا سيما تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الموالية لإيران يعانون نقصا كبيرا في الوقود منذ أكثر من شهرين وأن أكثر الموظفين الحكوميين في تلك المناطق لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات يحدث هذا بينما يتهم الحوثيون كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية باحتجاز عشرين سفينة نفط قبال تسواحل الحديدة في حين يتهم التحالف العربي والحكومة الشرعية الميليشية باستغلال الوقود وعوائده في تمويل أعمالها العسكرية وتنفيذ هجمات على السعودية وترك المدنيين يطحنون بين شقيرح الحرب وتصاعد نسبة الفقر في البلاد وبين الفقر والحرب يتطلع اليمنيون إلى دور أكثر فاعلية للمجتمع الدولي فالصراع المتواصل منذ سنوات بات أكثر تعقيدا بين ميليشيا انقلابية تدعمها إيران بدوافع مذهبية وحكومة شرعية يدعمها التحالف العربي وانفصاليون في الجنوب متمردون على الحكومة الشرعية بدعم جزي من بعض أعضاء التحالف العربي بينما تبدو الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد حل لصراع أو حتى تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الذي أنهكته الحرب وتفشي الفقر والأوبئة